أنا شايف أن أرقام التأمين نفسها متحصلات التأمين الإجباري مثلا في 20-23 مليار و190 ألف أو مليار و190 ألف 190 مليون 190 مليون وده زايدة عن العام اللي قبليه كانت مليار و170 مليون التعويضات بقى اللي اتصرفت 268 مليون مقابل 288 فيه زيادة 28% لمن يصرف هذا التأمين الإجباري؟ هو ده السؤال الفيصالي يعني أعتقد اللي حضرتك بتنوه ليه هو بس نرجع للحضرتك الزكارتية مجمعة بتغطي التعويضات اللي حاصل نتج عنها وفاة أو نتج عنها إصابة للأشخاص نتج عنها تلفيات مادية مملوكة للغير عدل مركبات حدود التعويض 40 ألف جنيه في حالة الوفاء عن كل متوفي و40 ألف جنيه في حالة ثبوت نسب عجز جزئي أو كلي عن كل مصاب و10 تلاف جنيه عن كل مضرور للتلفيات المادية عدى المركبات يعني إيه عدى المركبات؟ يعني إيه تلفيات مادية عدى المركبات؟ العربية مادية مادية حاجة مادية فبالتالي أنا أغطي عمود الكهرباء أغطي الكبري أغطي الكبري بتاعت الدولة أو بتاعت الأفراد سيال وبعدين مهم برضو أن أنا أغطي الدولة لو دخلت في كوشك مثلا دخلت في محل دخلت في بالضبط فان دي دي تسمعها ممتلكات مادية مملوكة للغير الغير مين هنا؟ الغير اللي هو مالك السيارة يعني ما نفعش حد يكون عنده ممتلك ويقول ده عربيتي أتلفته فبالتالي ده ما ينفعش أن أنا أعواضه فهلا إن ده اسمه إيه فانديم؟ اسمه تأمين مسئوليات لحساب الغير تأمين مسئوليات لحساب الغير؟ يعني أنا وأنا بعمله سيخة التأمين مع المجمعة ده عقد بيني أنا كمجمعة وبين العميل بس ينعقد التأمين ده كمسئولية عنه لحساب المواطن اللي ممكن يحدث له وفاة أو يحدث له إصابة طب يعني خلينا ناخد الأمور ببساطة أبسط شوالي عملنا في حدثة أنا خبط شخص لقدر الله هنا على طول أتحبس فيها يعني هي دي القصة الشخص ده مثلا توفى مين يدفع له فلوس؟ اللي يدفع التعويض هنا المجمعة طالما أن السيارة مرخصة وصادر لها وسيخ التأمين من المجمعة مجرد ما بيقدم إلى المجمعة أوراق حددها القانون ودي أوراق مبساطة جدا عبارة عن محضر الشرطة شهد الوفاة إعلام الوراثة مستندات المستفيدين فقط لغير يعني كل الناس اللي بتتوفى أو تصاب في حوادث مرور إيش ميكروباس إيش كذا إيش كل الناس دي عارفة أن لها أموال ومستحقات في التأمين الإجباري؟ الوعي بيزيد يا مدم نميس إذا كنت أنا أول مرة أعرف أنه إذا أصيب شخص يعني أي حد يصاب أنا أول مرة أعرف أنه لازم ممكن يروح التأمين الإجباري وياخد فلوس لا بالعكس بدليل أنه عندنا أعداد يمكن نبين في الإحصائية عند حضرتك إحنا بنتكلم فوق الخمس تلاف حادث مش خمس تلاف متوفي يعني الحادث كمان إحنا نقدر نحصر الحاجات دي بدقة الحادث بينتج عنه متوسط فردين سواء متوفين أو مصابين ويارس الشخص أربع أفراد ونقدر نحسب ده كويس قوي أي يعني أنتم بتتبرعوا وتروحوا للناس؟ لا ولا لازم الناس هي اللي تعمل مطالبة؟ إحنا سهلنا الموضوع شوية من بعد وجود المجمعة ممكن يتم التقدم إلينا من خلال الموقع الإلكتروني دلوقتي بنعمل حاجة قوي جداً اسمها الموبايل أبليكيشن يقدر يخش المضرور أو وكيل عنه ويقدر يبعث يقول والله حصل حادث يرفع المستندات كبيدي إف من خلال فحص المستندات بياخد رقم بيبقى فيه ملف بيرجع نردله على الواتس رقم الملف يقدر بعد كده يجيب أصول المستندات بنحدد له معادي بالاستلام بنطبق الشمول المالي من خلال أن أنا ببعث له التعويض على كارت ميزة أو لو له حساب بنكي بحوله على الحساب لو أسر بجنب نصيب الأسر وبحوله على البنك لحساب النيابة الحزبية حضرتك لما بتاخد مننا التأمين وإحنا بنرخص العربية أو نجدد الترخيص بتقولولنا الكلام ده بتقولولنا يا جماعة على فكرة إذا ما أصيب شخص هذا التأمين علشان واحد اتنين تلاتة اربعة أنا أقولك بصراحة ليه عملت هذه الفقرة لإني فجأت أن في حاجة اسمها تأمين إجباري إحنا كلنا يعني أنا دايما بحاول أنشر الوعي بالتأمين وأهمية التأمين على المركبات وعلى الأفراد وعلى الحياة وكل شيء وده موضوع مهم لكن أول مرة أعرف أنه لو في حد عمل حدثة والحوادث على الطرق المصرية يعني حدث ولا حرج صحيح ومن غير وناس يعني ما بنعرفش مين يعني ناس بتصاب صحيح بكروباس نقل غيره وفيها وفايات كتيرة عندنا عدد المتوفين نتيجة حوادث الطرق زادوا 6% في 2022 عن 2021 صحيح الناس دي كلها عارفة أنها تقدر تاخد فلوس من عند حضرتك حقول لحضرتك هو في حاجة مهمة جدا القانون أجازها أن يقدر أهل المتوفي أو المصاب أنه يبلغ عن الحادث في خلال 3 سنوات 3 سنوات 3 سنوات وده يمكن حضرتك سألتي عن الأرخام يبان أن القصد في السنة مليار والتعويض في السنة الأولى عنها مثلا 200 مليون قليل جدا بيروحوا فين السبعمائة مليون لسه إحنا بقى بننتظر سنة وبننتظر أثنين وبننتظر ثلاثة وده برضو لفتة من القانون أو من المشرع قوية أنه بيراعي أنه مش مجرد الحادث سيبت تكميل إذا ما حضرتك ذكرت في البداية أنا عربيتي حصل له حادث ثاني يوم ثالث يوم حجري على شركة التأمين صلحي للعربية أما هنا في حزان بتحصل فيه برضو وقت كبير لازم يمر على الأهل على ما يدوروا فيه إعلامه راسة على ما بيطلع من المحكمة الحاجة التي قد تخذ أنا ما كنت شعر يعني برضو هذه معلومة مهمة لكل الناس المواطنين المصريين الذين قد يصابوا في أي حادث على الطرق أو لقدر الله فيه وفيات نتيجة حوادث سيارات فيه حقوق لدى مجمعة التأمين يمكن أن تطالبوا بيها مين اللي حيدفعها كلنا بندفعها كل المصريين اللي بيدفعوا هذه التأمينة نحن بندفع مليار 700 ألف أو 200 مليون كل سنة بندفعهم للتأمين علشان الناس دي لها حقوق سواء المصابين أو الأهالي المتوفين أو ورثة المتوفين طيب